السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم أخوكم حازم من قناة المنحة التركية 2021 ومع فيديو جديد من سلسلة فيديوهات المنحة التركية سنتحدث اليوم عن كيفية ترتيب الجامعات في ترجيحك في طلبك في المنحة وما هي الأكثر مناطق قبولاً أو ما هي المناطق اللي عم تقوى الأكثر ناس في المتقدمين للمنحة دعونا نأخذ أول شيء بعض المعلومات ترتيب الجامعات ما في أي حد يضمن لك القبول الأمر الثاني ما تخلوا حد يملي عنكم الجامعات إطلاقاً انتم تشوفوا كيف تتبهب أنفسكم حسب ممكن نعطيكم طريقة أولا الأمر الثالث ما تستعجوا بتعبئة الطلب ما تستعجوا إطلاقاً خذوا نظرة عامة شوفوا هون شو تقدم هون شو تقدم وعلى الأساس ممكن تباشروا في تقديم طلبك يا جماعة في أربع محددات رئيسية نحن شفناها نتيجة خبرتنا سابقاً من عام 2013 إلى الآن من أشخاص ممكن من تابعتنا الأشخاص مقبولين من تجربة الشخصية أربع أشياء أساسية بتحدد قوة طلبك وممكن تحدد على أساسها للجامعات أول شيء معدل معدلك الأمر الثاني تخصصك إذا أنت عمد رسي اللي شهدتك تخلص منه اللي خد شهدتك منه واللي حتقدم عليه الأمر الآخر هو أنشطك الأنشطة التطوعية الشهادات الخبرة شهادات اللغة وما شابه هاي الأمر الثالث الأمر الرابع الأخير هو خطاب وهو خطاب النواية اللي حكينا عنه في الفيديو السابق كيف هاي الأمور الأربعة بتلعب دور بترجيحاتنا وكيف ممكن تقوي طلبنا وكيف ممكن على أساسها ناخد ترتيب الجامعة أول شيء طبعا خلال نحكي أنه عندنا أربع أشياء ممكن أول شيء المعدل أنت كيف معدلك؟ معدلك من مئة كم؟ هل معدلك بأهلك للشيء اللي أنت طامح له؟ مثلا أنت معدلك الآن توا 91 أو 92 من مئة هذا المعدل ممكن يدخلك تسجل على الطب لكن هل هو منافس للطب في ظل التنافس الشديد اللي في آلاف الطلبات على الطب ممكن الناس 99.9 ممكن خمسة أو ما شابه ممكن 98 أو ما شابه لكن لو جيت قرن طبعا ممكن أن تحتكم طموحك ممكن أن تطموحك طب لكن ال91 برغم أن تسجلك على الطب لكن لو جيت قرن بتخصص الهندسي هو معدل منافس ومنافس قوي إذن هذا المقصود في المعدل أن تختار الجامعة حسب معدلك الأمر الثاني التخصص اللي أنت دارس فيه الأمر الثاني طبعا تخصص متل ما حكيت منه شوي هل المعدل بأهلك التخصص الطب أو هندسه ما شابه الأمر اللي أنا بحكي فيه على التخصص هل تخصصك الدقيق اللي أنت خرجت منه موجود في المنحة موجود بحرفيته موجودة في المنحة أو لا إذا موجود أوكي اقدم عليه ليس موجودة حاول تاخد تخصص قريب جدا من 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 شاهاتك لانت أخرى ما تاخد أشياء بعيدة مثلا ممكن أن تخرج الاقتصاد تروح تقدم مثلا لغة انجليزية أو ما شابه لا يكون تخصصك ضمن يعني تختار ترجيحات وجامعات قريبة جدا من تخصصك الأمر الآخر الأنشطة التطوعية لانت أخده في أي مجال تلعب دول يعني ممكن عندك أكثر مجال أكثر أنشطة التطوعية شهادتك وخبتك وين بتصد في أي مجال على أساسه خد الجامعات ورتب على هذا الأساس الأمر الرابع خطاب النواية أنت خطاب النواية بتاعك اللي كتبته هل لغتك سليمي جدا هل هي مقنعة وفي أي مجال أنت كاتب عليه لأنه خطاب النواية قوي وقوي جدا بيأثر كتير على قبولك لو جيت أنت ترتبت هذه الأربع خيارات ممكن تاخد بالمئة 25-25-25 جيت ترتبت أخدت مثلا من 25 مجموع كامل ولكن طلب معك 75% رجحت أنت حسب الترتيبات اللي أنا حكيتها من شوي طلب معسل معدلك معدل طلبك عن المقارنة هي الأربع تخصصات أو أربع خيارات أو أربع بنوت طلب معك أي مجال لا ممكن تبحث في جوجل أو تبحث حتى عندنا بالغروب تتيب الجامعات التركية المتوسطة طبعاً لأن موادك متوسط لو 30% ممكن تأخذ في جامعات متقدمة أو في جامعات عالية ترتيبة عالية الأمر ذو الأهمية العالية اللي شهدنا لي كثير أنه أنت تختار جامعات تكون إلى اعتراف في بلدك الأم هذا مهم ومهم جداً على هذا الأساس ممكن أنت ترتب الآن المناطق ترتب الجامعات أنت طريق معدلك العام تقييمك طلبك العام بشكل عام مثلاً 90% ممكن تأخذ الآن بمناطق كبرى مثل أنقرة وإسطنبول وزمير ممكن تنافس على تخصصات في هذه المناطق لو كان معدلك 50% ما تنظر أنت ممكن لرغبتك ما هي رغبتك؟ اعطي تقييم عامر طلبك يا جماعة خلنا نكون صادقين خلنا نكون صادقين جداً بهالموضوع أنا ممكن رغبتي أدخل طب لكن ما بدي أكذب على حالي أو أخدع نفسي وأعطي ممكن لطلبي قيمي أعلى ما هم وجود أو قيمي أقل ما هم وجود كونوا أكثر يعني كلما كنت صادقين بطلبكم بترجيحاتكم كلما كان فرصة قبول لكم أكثر وأكبر بإذن الله أعطينا الآن خطوة رسم معامر بشكل عام كيف تقدروا ترجحوا الجامعات أو تقدروا تحطوا الجامعات الآن بإمكانك ترجح حسب تقييم طلبك في مدن كبرى مثل أنقرة وزمير وإسطنبول وإمكانك ترجح بجامعات في مناطق المتوسطة بإمكانك في مناطق مضطرفة بذلك جامعات تتيبة منخفض حسب التتيب الأمر الآخر فيتي ناس بحكوا أنه رتبوا أو خدوا جامعات خارج المدن الكبرى في ناس انقبلت بلدن مدن كبرى وفينا أصدقاء انقبل المدن الكبرى بأنقرة وإسطنبول وإزمير وفي ناس ما انقبلت في ناس طبعا أخذت فرصة في مناطق بعيدة مثل ماردين مالسين على هذا الأساس يا جماعة ممكن ترتبوا وتأخذ ترجيحات الجامعات أكثر المناطق قبولا في السنوات الأخيرة كانت في عندنا قونيا في عندنا قيصري ساكاريا وماردين إسكي شاهير ومالسين وطبعا هذا العد ليس على صبيل حصر بل هو على سبيل المثال المناطق المتطرفة طبعا جماعة في المناطق المتطرفة كان فيها نسبة قبول أعلى ممكن لأنه الناس توجهت أكثر نحو المدن الكبرى نحو المدن المعروفة على هذا الأساس إن شاء الله كم استفتتم معنا إلى اللقاء آخر في فيديو آخر من سلسل الفيديوهات المناطقية أخوكم حازم أتمنى لكم التوفيق